اشتركوا في القناة هذا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قبله سائر الأنبياء بلغوا ولكن بقي أكثر الناس كفار هل الأنبياء نجحوا في مهمتهم؟ الجواب نعم نجاح مئة في المئة لا نقول تسعة وتسعين في المئة لا نجاح مئة في المئة لماذا؟ لأنه ليس من تكليف الأنبياء تغيير قلوب الناس بالإكراح هذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليه سلطانة وإنما مهمتهم التبليغ الصحيح الموعظة البليغة النصيحة الناس إذا رفضوا فهذا من شقاء الناس إن نفرض مثال يوجد هناك مريض إحنا كلفنا طبيب بأن يذهب ويصف له العلاج ويهيئ له مستلزمات العلاج لكن مو من تكليف هذا الطبيب أن يكره المريض على العلاج زين الطبيب راح كشف عن المريض بعد ذلك كتب له الوصفة المناسبة وهو راح إلى الصيدلية وهيئ واشترى الأدوية ثم جاء بها إلى المريض ووضعها أمامه وبين للمريض فوائد استعمال الدواء ومضار عدم استعماله ثم إذا المريض ما قبل يستعمل تلك الأدوية واستمر مراضه هل الطبيب نجح في مهمته؟ نعم لأنه ما كانت مهمته أن يوجر الدواء بعنف وبإكراه في حلق هذا المريض مهمته كانت أن يكتب الوصفة ويهيئ الدواء ويجعلها الأدوية أمام المريض ويبين له يوضح له قام بالمهمة أحسن قيام الأنبياء مهمتهم هكذا التبليغ الوعظ النصح وكانوا يهيئون الظروف المناسبة لذلك ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين المشكلة فيهم موسيقى موسيقى